طيب يمكن التقرير ده احنا كنا عرضناها الأسبوع اللي فات بس ماخدناش الأسئلة بتاعته بالفعل للمناقشة أو طرحناها على حضرتك وبالتالي هناخدها بقى هنبدأ بأول سؤال ألا وهو رخصة الصلاة في الصفر حتى المواطن المحترم قال ما هو أصبح دلوقتي في وسائل صفر كتير وسريعة فهنصلي إزاي في الصفر بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائما باختصار الأحكام الفقية العملية إن كانت على وجهها الأصلي اسمها عزيمة يعني الأستاذ جيزف الحسيني هيمقيم في القاهرة أو الجيزة هيصلي الظهر أربع ركعات اسمها عزيمة مسافر أكثر من مسافة القصر هي بتقدر في الراجح والمعتمد والمفت به 85 كيلو متر في المرحلة الواحدة فصاعدا لأن الفقهاء نظروا إلى المسافة التي قصر فيها النبي صلى الله الصلاة طبعا الرباعية فوجدوها من عسفان على البحر الأحمر إلى مكة فقدرت بـ 85 كيلو بالتعبير المعاصر طبعا القصر في الصلاة في الرباعية فقط اللي هي الظهر والعصر والعشاء الكيفية باختصار طبعا الصبح لا قصر فيه القصر ممكن يكون مع الجمع يعني ممكن إنسان هيصلي الظهر ركعتين ويقيم الصلاة ويصلي العصر ده بنسميه جمع تقديم ممكن العكس ما يصليش ذلك في وقت الظهر ولما يؤذن للعصر أي قيم الصلاة ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين اسمه جمع تأخير حينما ناتي إلى المغرب إذا أزن للمغرب يصلي المغرب ثلاث ركعات إنه قلنا إن الصبحة والمغرب لا قصر فيهما ويقيم الصلاة ويصلي العشاء ركعتين أو يأخر المغرب إلى وقت العشاء هذا كله والمعتمد أو الراجح إنه ممكن أربعة أيام كافية الجسد ارتاح وعرف الأماكن ونفسيته هدأت بعض العلماء قال ممكن لأسبوع لكن أقصى خمسة عشر يوما لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قصر الصلاة إلى خمستاشر يوم وفي كل ساعة السائل الكريم بيسأل بيقول طيب الوسائل المواصلات تقدمت هو نظر إلى المشقة الجسدية صح لكن الإسلام في الصيام والصلاة بينظر إلى المشقة أيضا المعنوية أو الوجدانية لأن غالبا بيغلب على السفر قال الفقهاء السفر مظنة المشق يعني ممكن حضرتك أيوة تركب قطار مكيف تركب طائرة بتنقلك من القاهرة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية الحبيبة في ساعة وثلث أو ساعة ونصف الناس هنا نظرت إلى المشقة الجسدية لا فيه مشقة معنوية أن الإنسان بيفرق الأهل بيفرق الوطن أحيانا بيكون داخل عالم جهول عنده حسابات معينة فيكون عنده قد يحتاج في الصيام إلى أن يتناول فنجانا من القهوة أو الشاي أو الأسبارين أو المسك بالنسبة للصلاة نفس الشيء لأن حضرتك ممكن يكون فيه مشقة لتجديد الطهارة خد تبقى لها يعني راكب مثلا سيالة سوبر جيت مثلا يعني سريعة مش هتقف إلا في المحافظات فهنا يعني كيف سيقف عند أزان الظهر أو عند أزان العصر ويجدد الوضوء ويصلي فمن هنا الشرع رخص من باب وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طيب الجمعة والقصرة أثناء السفر حضرتك قلت لو يومين والبعض قال أربعة أربعة وبعدين قلت لنا ولو بحد أقصى هتبقى خمستاشر يوم ده حد أقصى حتى لو أنا قاعد مثلا في بيت مش في فندق ولا نزل ولا مش عارف إيه لا حضرتك إن كان بيتك ملكك أو مكان أنت يعتبر إقامة يبقى أنت هتقصر وتجمع في الطريق وبضرب المثال يتضح المقال يعني طالب علم انتقل من بلده إلى المدينة الجامعية لا بمجرد ما يصل المدينة الجامعية بتنتهي رخصة القصر والجامح كذلك الجندي من خير أجناد الأرض في الجيش المصري الباسل إذا وصل إلى مقر الوحدة لا خراص لأن أصبحت الوحدة المعسكر فيها أصبح بيت له كذلك في الشرطة المدنية المحترمة فنفس الشيء أو أنت لك مثلا شاليه ملك فلا مجرد ما وصلت للشاليه الملك انتهت الرخصة لأن أصبح ده هذا مسكن لك طب لو الشاليه إيجار هتختلف نعم هو لو الشاليه إيجار تختلف لا بتختلف لأن على خطر أنه ممكن يقول لك يمشي ممكن يقول لك يخليه القوتيل ممكن يقول لك يخلي ممكن فقالوا على خطر يقيم إنما لا يقيم إنما بيتك الملكية ملكية الخاصة أنت مطمئن أن محدش هيطلب منك الرحيل ممتع ممتع ممتع